في ثالث هجوم من نوعي خلال ثلاثة أيام قالت مصادر عراقية إن صاروخة كاتيوشيا أصاب قاعدة عسكرية تصدف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد وأضافت المصادر أن الهجوم لم يصفر عن وقوع إصابات فيما قال مصدر أمني للشرق إن صافرات الإنذار دوت في معسكر النصر الغربي بغداد بعد استدافة بدوره قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن استداف معسكرات عراقية بالصواريخ تصرفات عبثية تعكر صفو الأمن والاستقرار وفي السياق أعتبر وزير الدفاع العراقي أن استداف القواعد العسكرية التي تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي أمر سياسي بحت وأضاف أن العراق لا يزال بحاجة لقدرات إضافية للقوة الجوية ولمستشارية التحالف الدولي وكان الجيش العراقي أعلن مؤخرا تجهيزه بعض الخطط لتطوير قدراته القتالية من جانبه علق المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي على الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق مشيرا إلى أن البنتاجون يأخذ هذه التعديدات على محمل الجد وأن القوات الأمريكية في العراق وسوريا تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها وردا على سؤال عن تورط إيران في الهجمات أشار كيربي إلى أنها تتطابق مع الهجمات التي تنفذها جهات تدعمها إيران في العراق وسوريا ورغم التأكيد على جاهزية الجيش العراقي عقب انتهاء مهام التحالف إلا أن البلاد لا تزال تشهد هجمات متفارقة فما الذي حدث منذ انسحاب القوات الأجنبية القتالية؟ بعد سبع سنوات من الحرب على داعش أنهى التحالف بقيادة الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي مهامه القتالية في العراق وفي معرض تعليقها على انسحاب قوات التحالف أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن قوات بلاده جاهزة للدفاع عن الشعب ولإثبات جهوزية قوات البلاد أعلن قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش العراقي إن أجواء بلاده مؤمنة وإن مجلس الدفاع صوت على خطة لمعالجة الطائرات المسيرة مشيرا لتقدم ملحوظ في هذا الاتجاه ولكن رغم التأكيدات وفي ذكرى مقتل سليماني تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوات للتحالف الدولي لهجوما بطائرات مسيرة كما استهدفت المنطقة الدبلوماسية في مطار بغداد بطائرتين مسيرتين وردا على هذه الهجمات المتتالية اعتبر وزير الدفاع العراقي أن الهجمات لا علاقة لها بانتهاء المهام القتالية للتحالف بل إن الأهداف من ورائها سياسية بحت من بغداد ينضم إلينا السيد بسام القزويني الكاتب والباحث في الشؤون السياسية السيد بسام إذا كانت الحكومة العراقية أكدت مغادرة القوات الأجنبية وليس آخرها ما قاله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إذن من تستهدف الصواريخ والمسيرات في القواعد العسكرية؟ تحية طيبة أستاذ عبد الرحمن بالتأكيد هذا العدد من الاستهدافات بالطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا وأيضا العودة إلى الاستهدافات التي كانت الميليشيات تمارسها قبل الانسحاب الأميركي في العام 2011 باستخدام قاضفات الاربي جي كما حدث في ليلة رأس السنة في طريق ذيقار يؤشر على أن الميليشيات تشعر الآن بأنها مطوقة وشبه مستبعد من المشاركة في الحكومة أو أنها تدفع باتجاه أن تكون الرئاسات الثلاثة القادمة مطمئنة لها على أقل تقدير أو تكون رافضة للتجابه معها وبالتالي هي تدفع وتؤشر على أنها تريد رئاسات صموتة لا يمكن لها البت بخطط ستراتيجية من شأنها إيقاف عمل الطائرات المسيرة لا سيما وأن الطائرات المسيرة في الآن وآخر بدأت تصنع في ورش داخلية مع اقتراب مدلس النواب ومدلس الشيوخ الأميركيين لفرض عقوبات على استخدام الطائر المسيرة الإيرانية وبالتالي الميليشيات تبحث عن بدائل باستخدام طائرة مصنوعة محليا وهذه أنواع من الطائرات تصنع في ورش عمل في مزارع خاصة في بغداد وفي المحافظات وتحت نفوذ لبعض زعماء العشائر المتواطئين والمتنفذين والمستفيدين ماليا من تلك الميليشيات بالتالي هناك تخادم بين بعض النفوذ حقيقة على مستوى السلطات على مستوى الوجهاء الاجتماعيين وأيضا على مستوى قادة الميليشيات هناك حتى محاولة لتبديل هناك أيضا خطة لإعادة تموضع الميليشيات بين فترة وآخرى إعادة تموضع ليس على المستوى الجغرافي حتى على المستوى الوظيفي بين انتقال أعدادها بين أن تكون ذات جبهات عسكرية ومن ثم تعود إلى أن تكون ذات رؤية أو عمل استخباري بحث بالتالي هناك تغير وهناك تقدم في نوع التخطيط عند الميليشيات وهذا يسترعي حقيقة حلول ناجعة حتى أن كانت ذلك بأن تكون هناك تفرض عقوبات أمريكية تكون أقسى من العقوبات الحالية خاصة وأن واشنطن قد تستخدم مبدأ حماية الجنود باستهداف الميليشيات في العراق وفي المنطقة بمعزل عن علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومات يعني وزير الدفاع العراقي أيضا قال أن هذه المسألة أمر سياسي فقط وأيضا المالكي قال هذا الكلام يعني إلى أين الإشارة هنا إلى الداخل أم إلى الخارج نريد أن نقف على هذه المسألة بالتحديد هناك علاقة مترابطة إيران تدفع باتجاه أن يكون العراق من ضمنها كدولة مركبة متحدين في الجبهة الدبلوماسية أو في العلاقات الخارجية وأيضا في الاقتصاد في التخادم الاقتصادي وبالتالي أدرع إيران في العراق على سبيل مثال أن كانت كمجموعات مصالح أو مجموعات ضغط ممثلة سياسيا أو كقادة ميليشيات وميليشيات تدفع بأن تكون هي حاضرة في المشهد بل إنها ليست حاضرة تدفع بأن تكون متقدمة ومسيطرة بشكل أكبر يعني ما حدث في سبعة نوفمبر في العام الماضي من استداف منزل رئيس الحكومة كانت تطور خطير جدا وعدم حقيقة فرض العقوبات على تلك العملية أو من قام بها يعطي دافعا وبالتأكيد يدفع بأن تكون هذه التدفقات واضحة إلى أن تكون ذات أمواج مرتفعة على الدولة ولهذا أعتقد في أن معظم السياسين في العراق الآن يدفعون بانتجاه أن تكون هذه الميليشيات موجودة على أرض الواقع لعدة أسباب منها من يخشى هذه الميليشيات ولا يفصح عن ذلك ومنهم من حقيقة يدفع بأن تكون هذه الميليشيات هي كأدوات تسييج للفساد نعم لكن هناك أيضا سيد بسام هناك مطالب بحصر السلاح بيد الدولة وهذا الأمر كان يشدد عليه الصدر الآن الكتلة هي الأكثر الفائزة في الانتخابات وبالتالي تشكيل الحكومة لها واختيار رئيس الوزراء هناك من يتحدث أن هذا الملف سوف يصبح ساخنا في الفترة القادمة هناك فجوة كبيرة وفرقا شاسع بين القرار وبين الإرادة والإصرار بمعنى هناك عدة قرارات تحدثت عن حصر السلاح بيد الدولة ومجابهة الميليشيات لكن لن تكون هناك إرادة حقيقية وإصرار على ذلك بل حتى الآن كل القضايا تكتب على ورق وتغذى ببعض الأسطر يفترض أو أعتقد أن الصدر يضغط على الإطار التنسيقي في الظرف الراهن في هذه الأيام الأخيرة بغية إيجاد حلول للسلاح المنفلت وللميليشيات لكي يتسنى له المرضي بتشكيل حكومة أغلبية كما هو يريد نعم شكرا شكرا لك بسام القزويني الكاتب والباحث في الشؤون السياسية كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة